استقبلت القوات المسلحة الأبطال الرياضيين المشاركين في بطولة العالم للمصارع من أبناء المؤسسة العسكرية وذلك فور عودتهم إلى أرض الوطن حيث نجحت اللاعبة سمر حمزة ابنة المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية في حصد الميدالية الفضية في البطولة وتعتبر بذلك أول لاعبة عربية ومصرية تصل للمباراة النهائية في بطولة العالم للمصارع وذلك بعدما قدمت أداء مميزا استحقت من خلاله الإشادة والتقدير ويعد ذلك الإنجاز نتاجا لجهود جهاز الرياضة للقوات المسلحة وتوفيره لكافة الإمكانات الفنية والإدارية التي تؤهل أبناءه لرفع عالم مصر عاليا خفقا